من كم يوم حصل تطور سياسي مهم جداً في تاريخ السودان والعالم العربي وأي حتة في العالم فيها حكم عسكري وإن كان دي حتة قليلة جداً أغلبها للأسف في عالمنا العربي والإسلامي اللي حصل هو توقيع اتفاق بين العسكر والمدنيين بينص على خروج الجيش من الحكم أهمية ده هو أن أخيراً عندنا اتفاقية رسمية بيقر فيها العسكر أن هم هيخرجوا من الحكم ويسلموا السلطة للمدنيين وبيعترفوا بفشالهم في الإدارة الاتفاق ده جي بعد سنين من سقوط نظام البشير بثورة شعبية سنين العسكر فيها قوموا فكرة أنهم يسلموا السلطة بالكامل للمدنيين وجام فيها مدابح واعتقالات وكل حاجة من المعروف عن الحكم العسكري هل الاتفاق ده حقيقي ولا حيلة من العسكر؟ وليه بعض السودانيين المدنيين مش عجبهم الاتفاق؟ وإيه ممكن يكون مستقبل السلطة في السودان؟ هيا بنا نشوف يوم الاتنين 5 ديسمبر وعلى غير ما تعودنا من كل العسكر في العالم العربي خرجت الأخبار من السودان بتقول أن العسكر والمدنيين وقعوا اتفاق بينص على أن الجيش يخرج من السياسة نهائيا ويسلمها للمدنيين خير اللهم جعلوا خير الاتفاق ده بيحط إطار للفترة الجاية في السودان عشان كده يتسمى إطاري وبيقول أنها تتعمل فترة انتقالية تاني مدتها 24 شهر سنتين يعني هتحصل خلالهم ترتيبات نقل السلطة بالكامل للمدنيين طبعا فترة السنتين دي كبيرة جدا وتخوف لأن الحقيقة تجربتنا مع العسكر في مصر والسودان نفسها وفي ليبيا وفي سوريا واليمن وتونس وكل البلاد اللي الشعوب فيها جابت أخرها من الظلم والاستبداد بتخلي الواحد لما يسمع الأخبار دي يعني يهرش فراسه كده ويقولك الأفلام دي بسو تخلص بقى شكنا في نوايا العسكر اللي سببه دايما واقع تصرفاتهم ماينفيش إن الاتفاق يتوقع فعلا الاتفاق ده تحس إن العسكر وقعوه تحت ضغوط أو يعني على مضض أولا لأن محدش عائل يصدق إن العسكر العرب يسيبوا السلطة بإرادتهم حتى لو الشعب كله ادس بالدبابات وسنيا لأن عبدالفتاح البرهان قائد الجيش هناك ورئيس مجلس السيادة اللي بيحكم واللي مكون من أعضاء عسكريين ومدنيين خرج في حوار مع قناة الجزيرة بعد التوقيع وقال إن اللي حصل ده هو التوافق بين العسكريين والمدنيين مش اتفاق وإن القضايا بتاعت الاتفاق لسه هتطرح حتى يتم التوصل لوجهات نظر بخصوصها أولا ما تم اليوم هو ليس الاتفاق بين المكوين العسكري وقوى سياسية ما تم اليوم هو توافق بين كل هذه المكونات إذا كانت قوى عسكرية أو قوى مدنية على قضايا نظن أنها كانت السبب في تعطيل مسار الانتقال ليس الاتفاقا سنائيا لكن هو مجموع لقضايا ستطرح ويتم التداول حولها حتى نخرج منها بمخرجات تدين الفترة الانتقالية وتحافظ عليها وتنقلنا إلى ما بعد هذه الفترة الانتقالية وكلم التوافق دي في السياسة عادة بتستخدم لما تكون الأطراف المختلفة مش قادرة تتفق بجد وفي بينها اختلافات كتير وكبيرة لكنها مضطرة أو محتاجة بحكم ظروف معينة أنها تعمل اتفاق ولما تسأل عن ضمانات تنفيذ الاتفاق الكلام إنشاء يعني اسمعنا منه كتير قبل كده لكن هناك من يخشى الانتكاسها ما هي الضمانات الضمانات تنبع من إصرارنا تنبع من عزيمتنا تنبع من رغبتنا في أننا سنستمر في هذا الأمر قال إن الاتفاق الإطاري ده ما حصلش نتيجة ضغوط خارجية لأنه أصلاً حيلتها منك ليه محدش يقدر يفرض علينا ضغوط يا رجل هل فعلاً حدث إملاء وفرض هذا الكلام ليس من العقل ولا من المنطق أن نقول هنالك إملاءات من الخارج نحن وطنيين نحن سودانيين نحن نقدر المزؤولية الوطنية نقدر الكهم الوطني نقدر حتى قيمة السيادة وقاتلنا عمرنا كل من أجل السيادة الوطنية لا يمكن أن نقبل بأي إملاءات ولا يمكن أن نسمح لي أحد بأن يفرض علينا إملاءات من الخارج هذا الأمر مردود على كل من يقول هذا إيه ده بس متعرضاش أوي يعني عاوز تقولي أنكم متهزتوش من تهديد أمريكا بعقوبات على الجيش لو ما بطلش سحل في المتظاهرين اللي بيخرجوا بشكل يومي تقريباً ضد حكم العسكر العقوبات اللي هددت بها أمريكا كانت جزء من تحركات سياسية كبيرة عملتها هي والأمم المتحدة وأوروبا للضغط على العسكر عشان يسلموا السلطة للمدنيين ويوقفوا العنف الرهيب اللي بيستعملوا معاهم في المظاهرات والتهديد بالعقوبات حصل بالتزامن مع زيارة عملها وفد أمريكي رفيعاً راح السودان وقابل قادة الجيش السوداني وقال لهم من الآخر كده يا إما المسار الديمقراطي يرجع يا إما هنستخدم معاك أدوات تقليدية وغير تقليدية وده نص التعبير اللي قاله مسؤولين أمريكان في جلسة استماع في الكونجرس وقتها يعني عم البرهام بلاش الاصطوانة المشروخة بتاعت السيادة ومحدش يقدر يفرض علينا حاجة دي لأن أصغر عيل في العالم العربي عارف أن العسكر في أي بلد ما بيعملوش حساب غير للضغط الخارجي وبعدين أولا مش غريبة حبتين أن التهديدات الأمريكية دي تطلع في فبراير وعلى آخر السنة تعملوا الاتفاق الإطاري مع المدنيين مع أن بقالكو تالت سنين نازلين سحل وقتل فيهم يعني وما للانقلاب اللي حصل في 25 أكتوبر السنة اللي فاتت ده كان إيه؟ مش تمسك بالسلطة وتعطيل الانتقال الديمقراطي التهديدات الأمريكية جيت كمان في عزمة السودان بعد انقلاب العسكر على المدنيين السنة اللي فاتت وحل البلد في أزمة اقتصادية دمرت الاقتصاد السوداني أكتر ماهم اتدمر والتضخم وصل ل192% آه والله ده بعد ما نزل كمان لأنه في 2021 كان وصل فوق 350% والدولار دلوقتي بقى بأكتر من 570 جنيس سوداني الفشل الاقتصادي ده رغم أنه هو الطبيعي جدا في أي حكم عسكري ورغم أنه شابه اللي بيحصل دلوقتي في مصر تحت حكم السيسي اللي جيبه انقلاب برضو إلا أن معناه أن العقوبات الأمريكية دي كانت هتخربها على عسكريين بشكل كامل وساعتها الناس هتنزل تجيب دورها في البلد واللي هيشوفوه من العسكر في الشارع هاكلوه لكن بعيدا عن كلام البرهان واضح أن فيه حاجة خوفت عسكر السودان وضغطت عليهم لدرجة أنهم بقوا يتبروا من الانقلاب اللي عملوه في أكتوبر السنة اللي فاتت لدرجة أن حمدتي تاجر البهايم وشيخ المنصر اللي البشير جاب وعملوا عميد في الجيش وبعدها بقى واحد من حكام السودان حمدتي قال بعد توقيع الاتفاق الإطاري ده أن اللي حصل في 25 أكتوبر 2021 اللي هو مش عاوز يستخدم كلمة انقلاب زي ما السيسي كده يقولك الحراك اللي حصل حتى ما يقولش يصور يقول إن اللي حصل ده عمل مشاكل سياسية كتيرة وانقسام كبير في البلد لا يا شيخ حمدتي طبعا ما تكلمش عن مسئولية الانقلاب أو اللي حصل ومين اللي يتحاسب عليه لأنه هو جوزء منه لكن سبحان الله فجأة كده يا أخي ومن غير ضغط خارجي على رأي البرهان بقى الانقلاب وحش وسبب مشاكل كتير لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله الاتفاق الإطاري اللي وقعه عسكر السودان مع المدنيين بالحقيقة فيه كلام حلو يعني بس تفضل الفكرة في تنفيذ الكلام ده لأن تجربتنا كعرب مع العسكر بتقول إن هم أسادزة في اللف والدوران بدليل اللي حصل من الجيش في مصر مع صور يناير والإخوان لما الجيش عمل نفسه مع السورة ومطالبها ودلوقتي كل الصور ما بين قتيل ومنفي وسجيل لكن طبعا إحنا نتمنى كل الخير لإخواتنا في السودان يعني وإن الاتفاق ينجح لأن نجاحه معناه إن العدوى ممكن تتنقل للدول التانية وأولها مصر من الكلام الحلو اللي الاتفاق بينص عليه دمج قوات الدعم السريع اللي بيرأسها حمدتي في الجيش وتجريم الانقلابات العسكرية وأي طريقة للتغيير السياسي خارج إطار الدستور وإن الفترة الانتقالية هتبدأ مع تعيين رئيس وزراء جديد وخلالها تتعمل كل الترتيبات المطلوبة عشان عملية الانتقال الديمقراطي للسلطة تكمل الاتفاق وقعته مع العسكر قوة إعلان الحرية والتغيير المعروفة اختصارا باسم قحت وكان معها أحزاب وقوة مدنية تانية قحت ده ائتلاف من مجموعة قوة مدنية يسارية وليبرالية بقى أفكار مختلفة ومعها نقابات وهيئات والاتفاق ده هو مرحلة أولى يعني ممكن نقول لأن خلال شهر تقريبا المفروض يتم الاتفاق على الترتيبات التفصيلية وبعدها هيتم التوقيع على الاتفاق النهائي وبعد الاتفاق النهائي هيتم تعيين رئيس وزراء وبكده تبدأ فترة الـ 24 شهر الانتقالية خلال السنتين دول هتتعمل الحكومة مدنية أي نعم بس هيبضل مجلس السيادة اللي فيه أعضاء عسكريين موجود بصورة شرفية لكن رغم النقاحت وأحزاب مدنية تانية هي اللي وقعت الاتفاق ودي قوة رئيسية في الصورة اللي أسقطت عمر البشير وهي اللي حصل ضدها الانقلاب بتاع أكتوبر 21 إلا إن طبعا اللي تلدعم الشربة ينفخ في الزباتي عشان كده فيه قوة مدنية تانية اعترضت على الاتفاق ليه يعني؟ اعترضوا عشان أسباب منها إن الاتفاق بشكل أو بآخر بيخلي العسكر موجودين في الصورة وممكن يلتفوا على الاتفاق رغم جرائمهم طول الثلاث سنين اللي فاتت واللي كان فيها قتل واعتقال وتعذيب وشباب كتير مختفين لغاية دلوقتي محدش عرف عنهم حاج عشان كده القوة دي خايفة إن الاتفاق دي يكون بوابة لإفلات قيادات العسكر اللي عملت المجازر دي وخلاص بقى المسامح كريم ونفتح صفحة دي القوة المعترضة دي منها أطراف ليها دور أصيل في الصورة والحراكة اللي حصلوا في السودان سواء لإسقاط نظام البشير أو بعد كرة ضد العسكر ومنهم لجان المقاومة اللي بالفعل بدأت تخرج في مظاهرات ضد الاتفاق المعترضين على الاتفاق بيقولوا كمان إنه حصل بين العسكر وبعض القوى السورية وإن ده في إقصاء لقوة مدنية تانية عندها رأي تاني في بعض الملفات والحيان رغم أهمية الاتفاق محدش يقدر يلوم إخواننا السودانين الألقانين من احتمالية التفاف العسكر عليه لأنهم شايفين إن العسكر اضطروا للاتفاق نتيجة ضغوط عليه وإنهم مش جد أوي في الموضوع ومش هيلتزموا بيه وإن الموضوع كله مجرد انسحاب تيكتيكي مؤقت بعدها ترجع ريمة لعادتها القديمة والكلام ده بصراحة مفيش أي ضمانة إنه ما يحصلش أنا مش بقى لأك وخلاص يعني الكلام ده قالوا قيادات قحت اللي وقعوا على الاتفاق بنفسهم هم اللي قالوا إن مفيش ضمانة إن الاتفاق ينجح إلا جدية الأطراف الموقعة عليه وطبعا بالنسبة للمدنيين فهم أكيد جد لأن الاتفاق هينقل السلطة ليهم بيفضل بقى الخوف من الطرف التاني يعني الطرف التاني هو اللي مع السلاح المدنيين لا طبيعي الخوف يكون من العسكر لأنهما مسنودين على السلاح بتاعهم العسكر اللي زي ما قولنا كل تجاربنا معاهم بتقول إنهما محترفين في خيانة الاتفاقات ومش هارجع تاني بقى أكلمك عن الحصن في مصر ولا تونس لا ده في السودان نفسها بعد سقوط البشير العسكر والمدنيين اتفقوا في أغسطس 2019 على فترة انتقالية لغاية ما تتعمل الانتخابات في 2024 والسلطة تتنقل المدنيين لكن العسكر كالعادة لفوا وداروا وعملوا فتن ومشاكل ومدابح عشان يخربوا الدنيا وفي الآخر عملوا انقلاب أكتوبر في 2021 عاوز أقول إنه قلق بعض القوى المدنية من نوايا العسكر قلق مشروع ومفهوم خصوصا وإنه في سؤال منطقي جدا وهو إن الاتفاق الإطاري بينص برضو على العدالة الانتقالية وكشف المتورطين في الجرائم اللي حصلت الفترة اللي فاتت وقموا حاسبة اللي وراها فهل بقى عسكر السودان هيقباله ده؟ بالذات وإنه مفيش أي أمارة على ده حصلت مع أي مدبحة من اللي ارتكبها العسكر وأولها وأكبرها فضع اعتصام القيادة العامة في يونيو 2019 بعد عزل البشير المدبحة دي متهم رئيسي فيها حمدتي نفسه باعتباره قائد قوة الدعم السريع اللي لها النصيب الأكبر فيها ده اللي جاي دلوقتي يعمل فيها طيب ويقول لك انقلاب السنة اللي فاتت عمل مشاكل كتير بس يعني بعيدا عن قلق قوى المدنية السودانية من نوايا العسكر لأسباب داخلية في حاجة بديهية تخلي أي حد يقلق زيهم وهي علاقة العسكر هناك بالإمارات ودي علاقة قوية ومعروفة من الأيام الأولى بعد سقوط البشير ومعروف طبعا إن الإمارات بتراهن دايما على أي طرف ضد الديمقراطية في الدورة العربية خصوصا لو عسكري وكلنا حفظين تفاصيل دورها في مصر مع السيسي وفي تونس مع قيس سعيد وفي مارس اللي فات البرهان كان في الإمارات وقابل بن زايد واتفقوا على كذا مشروع وجود الإمارات في صف عسكر السودان لازم يخلي أي عائل يقلق من المستقبل والسؤال دلوقتي إيه اللي ممكن يتقل كافة المدنيين وصاد العسكر ويجبر الجيش إنه يلتزم بتنفيذ الاتفاق ده لو قلبتها يمين وقال لشمال هتلاقي إنه ما فيش أي حاجة تعمل ده غير توحد القوى المدنية أو على الأقل إنها تقلل وتأجل خلافاتها لغاية ما تمسك السلطة بشكل كامل لأنه برضو تجاربنا كعرب مع لعيب العسكر بتقولوا إنه من أهم الأدوات اللي هم يعني حريفة فيها إنهم يخترقوا القوى المدنية ويزرعوا الخلافات ويستفيدوا من خناقات المدنيين مع بعض وبرضو ده نفس اللي حصل في مصر وتولس عشان كده القلق دلوقتي مش بس من نوايا العسكر لا ده كمان من خلافات المدنيين إنها تكبر وتتحول لشبه اللي حصل من الإخوان والقوى السورية في مصر الجو اللي ساعد السيسي إنه يعمل انقلابه صحيح إنه السياسة هي فن الممكن وإن ما لا يدرك كله لا يترك كله بس برضو فيه هدف رئيسي لازم يكون أولوية عند القوى المدنية السودانية وهو الحفاظ على أكبر كتلة مدنية ممكنة تمنع العسكر إنهم يمارسوا ألعبهم تاني عشان ما نجيش بعد شوية ونبكي كلنا على الاتفاق ونقول يا فرحة ما تمت خصوصاً المدنية اللي هتتعمل وتشتغل لها في الأزرق بقى زي ما حصل مع مرسى الله يرحمه لغاية دلوقتي فكرة إن العسكر في أي بلد عربي يعني ترفوا إن هم فشلوا وتسببوا في مشاكل ويوفقوا إن هم يسلموا الحكم المدنيين ده مكسب كبير يعني مش بس للسودانيين بل لكل العرب اللي بيحلموا بالتخلص من الحكم العسكري والموضوع ده لو نجح في السودان هيأسس لتجربة ممكن تكرارها في دول تانية عشان كده كلنا بنتمنى النجاح للتجربة المدنية هناك ونشوفكم على خير إن شاء الله